ونبقى في السياق ذاته فقد برز خلال اليومين الماضيين موقفان كان لهما صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محور الموقف الأول من دوبا بوليفيا في مجلس الأمن فيما كان لسفير الاحتلال وما تعرض له في مطار إسطنبول نصيب كبير من ذلك الصدى فلنتابع بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان فما يخضه الفلسطينيون منذ سبعين عاما ليس بالأمر الهيين فهو شعب حر تحت الاحتلال شعب قاوم ويقاوم وسيظل هكذا حتى ينال ما سلب منه ومن هنا يأتي دور الأصدقاء والأشقاء ليكملوا المعادلة فإما أن يمدوا يد المساعدة أو يتكلموا ويساندوا أو حتى يعبروا بقلوبهم عن موقفهم ولكن شتان ما بين وبين وبين موقفاني اشتحى مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين كان البطل الأول فيهما مندوب بوليفيا في مجلس الأمن ساشا لورنتي الذي ألقى كلمة قوية هزت أركان مجلس الأمن طلب فيها المغفرة من الشعب الفلسطيني بعد سبعين عاما من عجز مجلس الأمن عن نصرته أعرب له عن الأسف وأطلب منه العافو أو الصفحة عن كل هؤلاء الآلاف من الفلسطينيين الذين شردوا من أراضيهم وعاشوا في المخيمة ثم تمقطع فيديو آخر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وسبب موجة من ردود الأفعال التي غلب عليها التأييد لما قامت به السلطات التركية بعد ساعات من إعلانها أن سفير الاحتلال في أنقرة غير مرغوب فيه السلطات التركية في مطار إسطنبول عمدت إلى إهانة سفير الاحتلال خلال مغادرته البلاد حيث تم تفتيشه مرارا وعلنا بطريقة اعتبرها كيان الاحتلال مذلة من يقول إن ما حدث لا يغير شيئا على الأرض عليه أن يتذكر ما قلناه في بداية التقرير بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك